هادا لكم شوفوا هم بايش هدو يبان هاكده هاكده اولي كراسو هاولي وهادي الرسوم التي تظهر على شكل هادا موفلو عنده القرون هادا غزال اه هادا غزال رواية من الروايات اوه حسران ما زال ما زلتان انا اقدر لك عندي عندي ستين سنة اياد الربوع اياد الربوع السلام عليكم اخوتي واشراءكم لا بس بياه الحمدلله يا ربي الحمدلله يا ربي صبح وعشية لحقنا بعد مسيت عن ثلاثة أيام في الصحراء مع كما شفتوا الحمير كانوا ميدون ندو زال ومباتوا فلايوس نعودون ندو صباح ربي نزدون ومشو الحمدلله يا ربي لحقنا المكان اللي جينا على جاله هاد الماكان هادا يا سيفار غايلك سيفار هزل ما اكتشفنا هاش معنا بناشوش فيها فضلا فيديو ان شاء الله ما رح نكتشفهم نعرفوا ماذا فيهم ما رحش ندلكم هنا يا ربورتاش ودع تيليفيزيو لا غالب رحانيك شوفوا بالكاميرا صغيرة بقوبر وبرك ما ننسي ونديروا اللي علينا باش نلحق لكم بلاصة هذه ماذا حال شابه شابه بزاف شابه بزاف شابه بزاف شابه بزاف شابه بزاف واش معدها ماذا معدها؟ ماذا اسمها صافر؟ كريمة صافر معدها طمرا نص طايب نص طيب 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 ومن هنا رحلتنا داخل أكبر متحف على الهواء الطلق في العصر الحجري الحديث وهذا المكان يسميه مدينة سيفار ويقال عنها أنها أكبر مدينة كهوف في العالم وفي هذه الكهوف كانت حضارة وكانوا الناس ساكنين فيها منذ أكثر من 15 ألف سنة ومع أمي لامين وأخوها يحيا سنكتشفوا ما كان من داخل سيفار ومع بعض مصطة 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 هذا مصطة غزال مصطة مصطة انتبه في الجارة ماذا تحت رأينا ؟ هل هي كما تترين هنا ؟ نعم ، نعم ، أنا جميل هذا رأس إنسان ومع محابه هذا جميل هذا غير هذا ما هو ؟ ما هو ؟ ما هو ؟ لا أعلم لديك تفسير لا أعلم لديك هذا لا أصدر لديك تفسير هذا الرسم ثم يعودوا الى قرون تسمى بالعصر الحجري أو ما شابه ذلك ربما وهذه الرسوم التي تظهر على شكل طلاء هي رسوم قديمة لكن لا نعلم كيف تم صناعة هذا الطلاع القوي لهذه الدرجة ليصمد كل هذه السنة يعني صورة معبرة صور تعبيرية كانت صورة بسيطة يفهمها قاعد الأجيال ويجب أن يرسم حركة تطل فيها تفهمها أقول لك هذا الشيطة تطل في الحركة تطل في الحركة سبحان الله تطلق ومعبارة 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 لن تطلق المفلومات على خلفا كيف يبدأوا يربع أقول لك لأولادة تطلق نعم نعم لا تحفل الرسومات قبل التاريخ فيها كثير من 15 ألف رسم ونقوشها على الصخور شيء عظيم وكبير لاحظتم في بعض الأحيان رسومات لحيوانات بعض الأحيان بشر وفي بعض الأحيان رسومات لا هي بشر لا هي حيوانات لغز لا تفهموا كيف كانوا التماء وكيف كانوا يعيشين التماء هذا ماذا؟ هذا خول غرون ديو سوف نرى بعد هذا لكم تفهم بشكل يبان أو كراسو أو كدو يقولون بالخول غرون ديو الرسومات هكذا المعتقادات التي حمتها كل واحد ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي هناك يقولون بل ترجمة نانسي كيف يغشون السفار إذا لم تشتوا رسم للغرون ديو لم تشتوا ولكن هنا نلحقنا لاندون ياحيان يا صبحان الله أشرح لكم ما يوجد هنا يشرح النار اقتربوا هذا هو بمعنى الإله الأعظم هذا الإله الأعظم إذا لا أحطوا معي ترى أن هذه مجموعة من الناس هذه الناس يتعبدوا منها الله يعلم هذا هو رواية من الروايات صح نعم هذا هو حاشية حاشية والحيوانات الرموز لا أرى هذا هو الصح هل تكتشفه هل تكتشفه هل تكتشفه هل تكتشفه أول مكتشف لهذا هو جبريل هذا من جانت من جانت هذا جبريل يسكن هنا وعنده لغنى منتاع ثم جاء هل تكتشفه هل تكتشفه هذا هو هذا هو يدرى بحوت يدرس الطبيعا لا يمكنك أن يدخلها لابد أن يكون أهلها لابد أن يكون أهلها أهلها من المنطقة هذا جبريل كان رائعا وجاء العالم فرنسي ولا بلجيك لا يمكنك أن يكون تكتشفه هل تكتشفه هل تكتشفه هل تكتشفه أعلم أن يكون هناك لابد أن يكون هناك شيئا لا تستطيع أن تأتي هنا تبحر هناك تبحر لا تستطيع أن تذهب لا تستطيع أن تخبرك كيف تلقى؟ حسنًا تبكي كيش كيش درنا في رصباحة تاعتبيا لا الله مموره يستعبه مموره يستعبه ومموره يستعبه مموره يستعبه مموره يستعبه مموره يستعبه مموره يستعبه حسنًا غير منا نحن 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 نقوم بمشير على صفح جديد لأنصر وكيف تلقى؟ هناك نحن 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 بأنهم يستعبه يجب أن يكون لابيرانت يجب أن يكون لابيرانت يجب أن تذهب لكم مو معي شوية ندعو له بالشيفاء العاجل إن شاء الله يجب أن يكون على طريق و يجب أن يكون على طريق يجب أن يكون على طريق عفت الله الرحمن موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة